انحدرت وطيرة توزيع مواد البطاقة التموينية حتى أصبحت تعرف تذبذبا مضطردا حيث يتأخر وصول المواد الغذائية ناهيك عن التناقص الكبير في عدد المواد ونوعيتها والكميات المخصصة ولا مادة بيخير ولا مادة تنوكيل أنا حشاكل حيوانات ما أتاكلها يعني لا تمن بيخير لا تطحن بيخير يوم ما شي وزعون دهن وشكر ولو شهرين ثلاث ليلة يجيبوها وبالحديث عن مفردات البطاقة التموينية نجد أنها بدأت تتأكل بمرور الوقت ووصلت إلى مدتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة أبرزها الفساد والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد واستنزفت خزينة دولة البطاقة مجرد شاي شكر العفو وتمن التمن أبيع بلف دينار حتى الحشا السامع الحيوانات ما تأكله بس الشكر الحمد لله موجودة أصلا لو شيلونها لو شيلونها البطاقة ويوفرون لكل فرد مبلغ وتلعالم تعيش لأن ملينا من هذه الفقرة الروح للوكيل يأخذ ستة آلاف على موديش على مودي التمن والشكر ويشتكي العراقيون عامة وأهالي بابل خاصة من رداءة مفردات الحصة التموينية إلا أنهم يعانون ضيق العيش الذي يجعلهم بحاجة إليها ما يجعل التجاوز على مفردات تلك البطاقة جريمة بحق فئات واسعة من المواطنين بسبب تكريس الإدارة الخاطئة وإسناد المسؤولية لأشخاص غير كفؤين المتابع للمشهد العراقي يجد أن المعنيين بالأمر يتحايلون بطرق شتى لتخلص من الحصة التموينية وإلغائها كونها مرهقة لخزينة الدولة فيما يذهب خبراء إلى أن الحل الناجع لإنهاء أزمة البطاقة التموينية هو توزيع مبالغ مالية للمواطنين بدلا عن توزيع الحصص التي تعاني شبهات فساد مالي وتجاري